بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دكتور محمود حسين من جمعة الملك خالد قسم الهندسة المدنية لاستكمال كورس الفاونديشنز انجينيرينج وان ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن شابتر فايف اللي هي الكمبايند فوتينج وهنتكلم النهاردة عن بارت وان لبعض التعريف او الديفينيشنز عن الكمبايند فوتينج بنقول ان الكمبايند فوتينج is a system of foundation that support more than one columns ويوجولي two columns يعني الاعدة المشترقة عبارة عن اعدة بتبقى شايلة عمودين او اكتر هي غالبا بيبقى عمودين لكن ممكن يتحط فيها ثلاث اعمدة او اربعة لكن المشهورة ان هي بتبقى عمودين على اعدة واحدة ده الديبس بتاعنا بتاع الفاونديج الديبس بتاع المنسوب التأسيس ودي التي thickness بتاعت الاعدة وده العمودين بتاعنا الاحمال عليها والاعدة غالبا بتبقى عمودين مستطيلة عشان عمودين معنا بردك زي ما انت شايف ادي الكمبايند فوتينج هي وادي عمود وادي عمود اللي اتنين مع بعض محطوصين في اعدة واحدة فدي بنسميها كومبايند فوتينج انواع الكمبايند فوتينج في نوعين اساسين اللي هما يعني الاعدة بتبقى على شكل ايه مستطيل زي ما انت شايف ادي عمود وعمود والعمودين دولة بنشوف المحصرة بتاعتهم فين وبتبقى في السي جي بتاعة الاعدة اللي على شكل مستطيل وده يعتبر ابسط نوع من انواع الكمبايند فوتينج النوع التاني اللي هو التربوزيدل او الاعدة اللي بتبقى على شكل مين شبه منحرف والاعدة اللي على شبه على شكل شبه منحرف دي بنلجأ اليها لما بيبقى عندي جار هنا هوت والجار ده بيبقى فيه عندي حمل هنا هوت اكبر من الحمل هنا فالمحصلة بتاعتي بتبقى قريبة طبعا من الحمل الكبير فمش هقدر اعمل هنا كومبايند فوتينج ريكتانجلر فبنتطر نعملها تربوزيدل ليها بي اتنين وليها بي واحد على اساس ان المحصلة تكون في السي جي بتاعة التربوزيدل في نوع تاني ان احنا ممكن نعمل الاعدة ونقلل القطاع بتاعها في النص بالشكل ده ولكن ده غالبا ما بنستخدمهوش في الهندسة عندنا يبقى عندنا يعني انا عندي جار هنا وفي عندي عمود هنا هوت لما ببص عمود تاني جنبي هنا هوت والمسافة دي بتبقى صغيرة غالبا بتبقى اقل من 4 متر فمدام حمل العمود ده اكبر من الحمل العمود ده فبنعمل قاعدة من هنا بتبقى لشكل مستطيل زي ما انت شايف المحصلة بتاعتك بتبقى في السي جي بتاع الشكل المستطيل ده او ممكن ما يبقاش عندي جار يبقى عندي عمودين عادي جدا بس المشكلة انه حصل تداخل في الاواعد مع بعضها فبناخد الايه العمودين دول مع بعض وبنعملهم في قاعدة واحدة فبنقول ونفس الكلام بنقول زي ما انت شايف الحملة هنا اصغر من الحملة هنا تقولي طب لو الحملة هنا اكبر من الحملة هنا لا يبقى في الحالة ديت هنتطر نعمل تربوزيدال كمبايند فوتين وده اللي هنشوفه في الاجزاء القادمة ان شاء الله شكرا